كان رحيما أبويا كان متواضعا كان شفيقا بالطلاب رحيما بهم يعني حريصا عليهم قريب منهم قريب منهم حتى المتلاعب حتى المماطل في الحفظ تجد أنه يتابعه بشفقة ورحمة سبحان الله فالرجل يعني بذل نفسه للقرآن يعني كأنه رجل قرآني يمشي على الأرض يريد فقط الناس كلهم يحفظون القرآن فشيخنا رحمه الله تعلمنا منه الأدب تعلمنا منه الرحمة بالطالب تعلمنا منه القراءة الصحيحة قلته مرة في تغريدة أنه علم القرآن بالحب وهذه ميزة عظيمة كان يحب القرآن وحببنا إلى القرآن وحببنا إلى الحفظ وأحب طلابه وأحبوه ولذلك كان له الأثر العظيم بعد الله عز وجل فصفاته يعني صفات أهل القرآن نحسبه والله حسيبه نعم وكفى بها تغريبه